الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مستمر منذ عقود وقد تنامت التواطرات بين الجانبين عندما أعطى المجدمع الدولي لبريطانيا مهمة تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين والمزيد في سياق تقرير تهلي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مستمر منذ عقود حيث سيطرت بريطانيا على فلسطين بعد هزيمة الإمبراطورية العثمانية التي كانت تحكم هذا الجزء من الشرق الأوسط في الحرب العالمية الأولى وقد تنامت التواطرات بين الجانبين عندما أعطى المجدمع الدولي لبريطانيا مهمة تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين وفي الفترة بين العشرينيات والأربعينيات تنامى عدد اليهود القادمين إلى فلسطين باحثين عن وطن في أعقاب ما عرف بالمحرقة الهولوكوست في الحرب العالمية الثانية واعترض العديد من الفلسطينيين على ذلك واندلعت حرب شاركت فيها قوات من الدول العربية المجاورة التي قدمت إلى المنطقة وقد نزح خلالها مئات الألاف من الفلسطينيين فيما عرف بالنكبة واحتلت إسرائيل الكدس الشرقية والضفة الغربية فضلا عن معظم مرتفعات الجولان السورية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء عام 1967 وتشهد الأراضي الفلسطينية منذ أوائل العام الجاري 2023 توطرات متصاعدة ومواجهات أسفرت عن مصرع الكثيرين في الضفة الغربية والقدس وسط محاولات دولية مستمرة لحل الصراع الممتد منذ أكثر من مئة عام